صباحكم سعيد أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة يأتيكم مباشرة من قناة الشروق الإخبارية وفي مستهله جريدة الشروق اليومي كما جارت العادة والتي خصصت صدر صفحتها الأولى لشأن الأمني وعنونت بالبنت العريض حرب المهلوسات الدرك بالمرصاد وفي عنوان فرعي تقرؤون استغلال القصر والثرايا والسينيال والتمر والبطاطا لتهريب الممنوعات وعقارات ومصانع واستثمارات داخل وخارج الوطن بأموال بيع الموت تفاصيل هذا الموضوع تأتيكم في جريدة الشروق الصادرة لنهار اليوم تقرؤون أيضا قانون التربية مكاسب جديدة وترسيم لامتيازات قديمة وعلى رأسي الصفحة الأولى تقرؤون تحقيق فوري مع كل مسؤولين عن تدهور نقل البضائع تقرؤون أيضا تسقف أسعار لحم البيضاء في غضون 15 يوما وتقرؤون في الرياضة حيث تطرقت تجريدة الشروق في عددها صادر لنهار اليوم إلى أهم الدول التي ترشحت رسميا لكان 2025 وفي تفاصيل هذه اليومية مشاهدنا يأتيكم في صفحتها الثالثة تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن قطاع نقل البضائع تحديد المسؤوليات بخصوص تدهور قطاع النقل البحري والجوي للسلة وعرض مشروع هيكلت واستراتيجية التسير الجديدة في غضون شهر فقط أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري والجوي للبضائع في جميع المستويات والمسؤوليات وجاء ذلك خلال ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد خصصا لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكملي للتنمية لولاية سمسيلت وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوية تقرأنا في مقال جانبي تقييم هادئ في جامعة السربون لجرائم الاحتلال الفرنسية وفي تفاصيل هذا المقال يتسارع السياسيون والمؤرخون في فرنسا من أجل كتابة تاريخ حرب الجزائر وبينما يحاول اليمين المتطرف والدوائر التابعة له فرض منطقه الذي يبرر جرائم فرنسا الاستعمارية ويعمل من أجل إعادة تأهيله يتصدى المؤرخون المحايدون لهذا التوجه عبر كشف مناورات الحالمين بجزائر فرنسية تفاصيل الموضوع في صحة الثالثة من يومية الشروق أما المساء فتعنوين في عنوينة رئيسية فيما يخص مخرجات المجتمع الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية أمس وتكتب ثورة في النقل البحري والجوي فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن تدهور النقل الجوي والبحري والسفراء لتسوية المشاكل التقنية للبواخر في الموانئ الدولية تقرؤون أيضا الخبر الجزائرية لاستحذاء شركات لإصلاح السفن وفي عنوينة جانبية أخرى برنامج تكميلي لتنمية ولاية تيسنسيلت وعقد اجتماع الحكومة بمقر الولاية هذا الأربع وعلى رأس الصفحة الأولى البرلمان العربي يرحب برئاسة الجزائر لدعم فلسطين تفاصيل هذا الموضوع في صفحتها 24 والعرف آلية لحل النزاعات وقانونيون يطالبون بدسترته ويقترحونه في الدستور تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الرابعة وتقرؤون القطاع الفلاحي تنمية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وفي تفاصيل هذه اليومية والتي عادت هي الأخرى إلى مخرجات الاجتماع الوزاري فتباثة ورات في النقل البحري والجوي حيث أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الحكومة بمواصلة إصلاح الجماعات المحلية وفق نظرة شاملة وعامقة تتماشى والبرنامج الرئاسي محتبرا المنظومة القانونية التي تسير بها لم تعد تواكب التحولات الكبرى للبلاد فيما شدد على تسريع وتيرة تحقيق البرنامج التكميلي للتنمية في ولاية تيسمسيل توحف الحكومة على عقد اجتماعها المقبل يوم الأربعة القادم بهذه الولاية وفي البلاد تقرؤون مشاهدنا عنوين رئيسية وتأتيكم في صفحتها الأولى تحقيق فوري في تدهور وسطول النقل البحري وفلسطين خط أحمر تكتب البلاد وعلى رأسي الصفحة الأولى تخفيضات تصل إلى 150 مليون سنتيم لاقتناء شقق ترقبية تفاصيل هذا الموضوع في صفحتها الثالثة أما في جريدة البلاد التي عادت ووقفت عند تصريحات وزير الفلاحة المتعلقة بتسقيف أسعار اللحوم البيضاء في غضون أسبوعين وكتبت في هذا المقال وتقرؤون فيها أعلن وزير الفلاحة التنمية الريفية عبدالحفيظ هني أنه سيتم قريبا تسقيف أسعار اللحوم البيضاء وذلك أحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أن الأسعار المثقفة ستدخل حيزة تنفيذ في غضون أسبوعين فقط وستحدد على أساس التكلفة الحقيقية للإنتاج مع هوامش ربح معقولة سواء للمربيين أو المذابح أو على مستوى بائع التجزئ المستثمر هذه اليومية الاقتصادية تعنون وتخصص صدر صفحتها الأولى لقانون المالية عندما تكتب عندما يعكس قانون المالية عقلية الحكم ما بين الجزائر الجديدة والمخزن المتهالك وتقرأون على رأسي صفحتها الأولى هذه الملفات الخاصة بفرض الضريبة على ثروة سنة 2023 أصحاب أشكارة تحت المجهر وتعود إلى الحدث وتكتب الرئيس تبونية رأس اجتماعا لمجلس الوزراء وريبرتاج كامل حول رقمنات القطع الصحي في الجزائر من الأولويات وفي الصحافة الجزائرية النطقة بلغتها الفرنسية اخترنا لكم عدد اليوم من جريدة لوريزون والتي خصصت صدر صفحتها الأولى إلى مخرجات الاجتماع الوزري الذي ترأسه رئيس الجمهورية وكتبت الرئيس تبون يطالب بالحسابات وتقرؤون أيضا اجتماع الحكومة القادم هذا الأربعاء بولاية تيسمسيلت تقرؤون مشاهدنا في صحافتي العربية حيث اخترنا لكم الصفحة الأولى من جريدة الجديد العربي وجاء فيها على رأسي الصفحاتي الأولى فيما يخص مونديل ٢٠٢٢ كتبت المغرب يفاجئ بلجيكا بعد فوزه بهدفين مقابل صفر وتقرؤون سوريا تركيا تحشد للعملية البرية وجنوب السودان شبح الجوع تقرؤون مشاهدنا في الصحافة الأجنبية والفرنسيا منها وفي الصفحة الأولى من عدد لبيراسيون الذي اخترناه لكم اليوم الصين غضب معدي كان هذا فيما يخص معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لحصي المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء